هنرجع خطوة تاني لكرة السلة سيدات والحقيقة عندهم مباراة مهمة كمان مع نادي الظهور دي أول مباراة في الدور الثاني يعني الدور الأخراني أو الدور الأول من الدور الترتيبي في دور السوبر كان مع سبورتينج ولم نوفق وخسرنا بعد إكسراطين نادي الأهلي بكادة كابتنطاني خالي للسيدات كرة السلة أفلوا الصفحة دي خالص بادوا يفكروا في الدور الثاني عندك سبع مباريات هتلعبهم أول مباراة مع الظهور مهم جدا انت يعني تكسب كل مبارياتك تروح على سبورتنج مش فرقة اول من تاني دور دا دور ترتيبي ولكن بعد كده هنروح الادوار الاقصائية بالشكل ده لو خدنا تاني زي ما احنا ماشيين او اول ما تعرفش ممكن ما تشك مع سبورتنج يمشيش زي في العودة خدت اول او تاني فانت كده الحمد لله تجنبت ان انت تتلعب سبورتنج في قبل النهائي هتبقى مباراة النهائي هي الاساس طبعا في مباراة المباراة اللي فاتت مباراة سبورتنج طبعا الحقيقة جيدة خالد اتصابت لعبة النادي الاهلي وناشئة النادي الاهلي طبعا اللي كانت من ناشئة وطبعا صعادة الفريق الاول يعني اصيبت نتمنى لها الشفاعة طبعا الحقيقة احنا ما عندناش معلومة اكيدة عن اصابتها ايه ولكن سنتحقق ان شاء الله الف سلام عليك يا جيدة جيدة على فكرة كانت لسه رجعة ما بقى لهاش يمكن 6 شهور او 7 شهور من الرباط الصليبي نتمنى انها تكون اصابة بسيطة عشان تلحق فرقتها باذن الله وكمل الموسم جيدة عملت ماتشاط الفترة اللي فاتت كويسة جدا وقدرت تسبت رجليها في الفريق بالرغم من صغر سنها الف سلام عليك يا جيدة طيب الفريق دلوقتي عنده 13 نقطة وبييجي في الوصيف بعد نادي سبورتنج طبعا بسبب خسارتنا هناك من نادي سبورتنج ولكن لسه عندنا مباراة العودة محدش عارف ممكن تتخذ سكور افريج ممكن تلاقي نفسك باية الاول تاني يعني هنشوف الست مباراة او السبع مباراة القادمة قبل مباراة سبورتنج ايه اللي هيحصل فيها بإذن الله كل التوفيق طبعا لفريق السيدات وكابتن طاري خيرا المدير الفني محتاجين الدوري والكأس يمكن لم نوفق في المرتبط ولكن ان شاء الله يسا عندنا دوري وكأس ان شاء الله يتوفقوا فيه ويبقى داد يعني حفاظ على مستوى الفريق بشكل كويس نادي سبورتنج طور نفسه السنة دي بشكل كبير جدا نادي سبورتنج السنة اللي فاتت حاجة ولادي سبورتنج السنة اللي حاجة تانية فعشان كده فيه صعوبة في مباراةنا مع نادي سبورتنج